يا مسائل فل على احلى متابعين في الدنيا وحشتوني. بس قبل ما نبدأ نصلي على النبي اللهم صلي وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنعمل مع بعض شوية قرس. حلوين كده ويدفونا. السقعة دي مع كباية شاي كده. الحاجة عظمة. هنزل كده معي بكيلو تقيق. طبعا كالعادة بتنسوست لحطوني لايك وشير كده للفيديو. واللي ما اشتركش يشترك. عشان اي فيديو انا بعمله تشوفوه على طول. نزلت كده بكيلو تقيق. هحط علي ايه؟ معي تلات معالق كبار كده لبن بودرة. ثانية التالت. كيس خميرة شوية ملح. وتلات معالق سكر كبار. خط معالقة كبيرة بيكين بودر. كده حطينا كل المكونات الجافة على بعض. الخميرة والسكر والملح واللبن البودرة. وكمان البيكين بودر. هقلبهم كويس. واكون مجهزة معي. مية دافية. تعملية بقى شوية قرس كده في السريع. كيلو دي ده يعمل لنا كمية حلوة من القرس. احنا بنجيبها من بره. دلوقت الواحدة بخمسة جنيه متهيق لي. احنا هنعمل بقى كمية بكيلو دقيق. خلاص كده حبيب انا قلبت كل المكونات الجافة مع بعض. عنزل بقى كده معي بكوباية زيت. عنزل كده بالزيت. نقلب كده. معي كده مية دافية عشان العجينة بتاعتنا. عنزل كده بكوباية الاول. بسم الله. تكون دافية من الصخمة يا بنات. عشان متموتش معي الخميرة. بصو بقى انا عشاني المعلقة كده. هاشتغل بقى ايه بيدي على طول. عنزل كده بنص كوباية. واشوف العجينة معي. عطعوز تاني هحط لها. انا عجين كده. هحط كده النص التاني. يبقى كده خلت معي كوبايتين مية. وطبعا حسب الدي اللي انت بتستعمليه. عجينة كويس. خلاص حبيب انا عجنت العجينة كده زم انتو شايفين معي. شايفين بقى جميلة العجينة. هاسيبها بقى تخمر في مكان دافي. اغطيها كده بستريتشة وبفوتة عني. وتسيبها تخمر لمدة ساعة. طبعا احنا في الشتاء العجين بياخد وقت علشان هيخمر معينا. تمام كده شايفين بقى الجمال? شايفين قد ايه نعمة? هاسيبها تخمر. ونرجع ونشوف هنعمل ايه مع بعض? العجينة بتاعتي خمرت زم انتو شايفين? اللهم بارك حاجة كده عسل. شايفين الجمال? نسلم كده بسم الله. ونديها البوكس ده. ونطلع العجينة بتاعتنا كده. ونبتدي بقى نشكلها كوار صغيرة على قد القرص بتاعتنا اللي احنا هنعملها. هاخد كده بالشكل ده كده. هنقرسها كله بنفس الحجم ده كده. هاجب صانية. هحط كده. هاخد بقية العجينة بتاعتي. وشكلها كده. كل كورة على قد ما تقداري تخليهم قد بقى. بالشكل ده كده. اعملهم كده بنفس الطريقة كل الكمية اللي معي. وارجع لكم تاني. خلاص كده حبايبي انا قطعت كده شكلت كل العجينة اللي معي. هاجب بقى فوطة. واغطيها بالشكل ده كده. عشان بس العجينة هتنشفش معي. ونبتدي نشتغل ونشوف هنعمل ايه تاني? معي هنا صانية انا ده هنتهى بنقطة زيت. ومعي هنا جبنة عشان انا هحشيها النهاردة جبنة. مش هحشيها اي حاجة تانية احنا عايزينها ايه? تبقى حدقة. مش عايزينها حلوة. هاجب كده عبدة من اول ما انا اشتغلت هاخد اول كرة واغطي عشان ما تنشفش معي. هاخد كده حتة من الجبنة. اي نوع جبنة عندك? وانزل بها كده. واقفل بالشكل ده. اهو. شايفين الجمان بالشكل ده كده. هاجب بقى الصانية بتاعتي وانزل بيها على طول في الصانية كده. تعال نعمل واحدة كمان مع بعض. هاخد برضو كرة كده. هاخد معي حتة من الجبنة. واقفل عليها كده. عشان بس الجبنة ما تخرجش منها. شايفين الجمان? احلى قرس دي ولا ايه? نازم تجربوه. هخلي ما بين كل واحدة او التانية مسافة. عشان برضو عسيبها شوية. ربع ساعة كده تخمر قبل ما اندخلها الفرن. هنعمل بقى كله بنفس الطريقة كده. اوديكي فيني يا شطارة. عايزكم بقى اتجربوه بالطريقة دي. يلا بنا نكمل الباقي. وارجعلكو تاني. خلاص كده حبيبة ما خلصت اول صانية معي. عسيبها بقى تخمر لمدة ربع ساعة. واغطيها بفوتة. وبعد كده ندخلها الفرن على طور. خلاص كده حبيبي خمرت معي ايه بعد ربع ساعة. عبتدي بقى ادخلها الفرن. يكون الفرن انا مشغلة. من قبلها يبقى سخ. لازم يبقى دركة الحرارة فيها آآ عالية. هندخلها ونرجع ونشوف بعد ما تطلع من الفرن بازن الله. شايفين بقى الجمال? ولا ريحة الخبس في البيت? خطيرة. تعالوا بقى شوفوا اللحزة الجميلة دي. شايفين الجمال? شايفين? الله. الله عالجمال. ايه رأيكم? لازم تجربوها. طحفة ومخدتش مني وقت. وعملت بكيلو دقيق كمية كبيرة من القرص. ايه رأيكم بقى في الجمال ده? بالفة انا وشوفها? واشوفكم بازن الله في فيديوك دي في رعاية الله.